هذا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بترقية كل من رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ومدير الأكاديمية العسكرية إلى ردبة فريق بسم الله الرحمن الرحيم صدقت سيد الرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ترقية كل من لواء أحمد سعد علي الشازلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة لواء أرقان حرب أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة لواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية إلى ردبة الفريق اعتبارا من اليوم 19-1-2023 عملنا السلاحة أماناً وغم وعشنا الكفاحة بصبراً جميلة كنت الصباح قليلاً ترجمة نانسي قنقر